موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كوشك الصحافة والذي نستعرض من خلاله أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية من تطورات وأحداث في اليمن نبدأ من موقع يمن مونيتر نقرأ فيه الجيش الوطني والمقاومة يواصلان التقدم في معارك تعز جاء في الموقع أيضا الرئاسة تستدعي وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الرابعة عنوان آخر المتحدث باسم الحوثيين يعلن عن وجود تفاهمات مع الرياض لوقف الحرب ركز الموقع على تفاصيل مقتل جندي في هجوم مسلح في مدينة عدن ويقول الموقع قتل جندي في قوات الأمن اليمنية في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة أمنية في محافظة عدن جنوبي البلاد قال لمصدر أمني مسؤول في المحافظة إن المسلحين هاجموا بالأسلحة الرشاشة نقطة أمنية في شارع تسعين بمدينة المنصورة ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها مضيفا أن بقية أفراد النقطة الأمنية اشتبكوا مع المسلحين عقب الهجوم وأجبروهم على الفرار وقامت قوات الأمن بملاحقة المسلحين وبالانتشار بعدد من المناطق في المدينة ننتقل إلى موقع التغيير نت نستعرض أبرز الأخبار في صفحتها الرئيسية الجوف الجيش والمقاومة يستعيدان مدرية المتون بالكامل ويتوجهان نحو المطمة عنوان آخر الرئيس هادي يرأس يترأس اجتماعا للفريق السياسي وفريق المفاوضات الحكومية إلى تعز الميليشيا تشن أعنف قصف على جبل جرى والمجمع القضائي في تعز ومقتل القائد محمد المخلافي اهتم الموقع بتفاصيل مقترح جديد تقدم به المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال زيارته العاصمة صنعاء لحل الأزمة جاء في التفاصيل كشف مصدر سياسي يمني عن مقترح جديد عرضه المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد على قيادة جماعة الحوثي خلال لقائه ولقاء جمعه بهم في صنعاء قال المصدر إن المبعوث الأممي إلى اليمن قدم مقترحا لتشكيل حكومة وطنية بمشاركة الحوثيين أشار المصدر إلى أن المبعوث الأممي طرح على حزب المخلوع أن تستضيف دولة الكويت الجولة المرتقبة من مباحثات السلام في اليمن وأفادت مصادر سياسية أفادت تلك المصادر الرفيعة بأن الحوثيين أبلغوا مبعوث الأمم المتحدة للبلاد اسماعيل ولد الشيخ موافقاتهم على المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليمنية في دولة الكويت خطأ في القراءة أم حسابات صغيرة تحت هذا العنوان كتب قادر أحمد حيدر عن المقاومة ضد مشروع الميليشيا وقال الكاتب المقاومة الصادقة قالت كلمتها قالت كل الصدق فيما تريد قوله من إرادة الدفاع عن النفس ومن إرادة التحرر من العفن السائد في صورة تحالف ثنائي الحرب الحوثية الصالحية صدحت المقاومة الشعبية بمن في حنجرتها من نشيد إنشاد وطني نبيل وكتبت بيقين الشعب بحريته وحقه في الكرامة والسيادة والمساواة إن ثمن الحرية يدفعه دائما من يطلبها ثمن يدفع في حينه مقدما ثمن لا يؤجل كما لا يوهب والأهم أنه ثمن لا يساوم عليه تحت أي شعار سواء جاء باسم السلام أو إيقاف الحرب بين الأطراف المتصارعة وفي تقدير الشخصي وقد أكون مخطئا أن ما يسطره الناس اليوم في كل مواقع المقاومة الشعبية هي استكمال لما بدأته ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 وثورة الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 والحراك الجنوبي السلمي عام 2007 وثورة الشباب والشعب العظيمة في فبراير من عام 2011 هو سيرورة في ذات الاتجاه السياسي التاريخي في محاولة دؤوبة لاستكمال صياغة جديدة لمعنى الدولة ولمعنى الوطن وهي كذلك صياغة جديدة للمعاني المضافة لمضمون الوطنية اليمنية المعاصرة في تجلياتها الإبداعية الشعبية الديمقراطية والاجتماعية والوطنية وهو ما لا يدركه البعض جيدا إما بسبب انشغالهم في افتعال معارك ذاتية وهمية وصناعة أمجاد شخصية صغيرة أو بسبب أفقهم السياسي الحركي التكتيكي الذي لا يرى أبعد من أنف مصالحه المباشرة والسبب كما أتصور عائد إضافة لما سبق إلى ضعف أو قصور في الرؤية التاريخية لديهم أو إلى مفهومهم السياسي الآن للتاريخ بعد لي عنق التاريخ لصالح مجريات الشأن السياسي العابر ومن هنا خطورة مثل هذا التفكير على الواقع الراهن وانعكاساته السلبية على المستقبل نذهب إلى موقع نيوز يمن نطالع فيه المقاومة والجيش الوطني يتصدان لهجوم لهجوم للحوثي وصالح على شبهة الضباب في تعز من العنوين أيضا هادي يطالب الحوثي وصالح بالإنصياع للقرارات الشرعية الدولية إلى مأرب قيادة القوات المسلحة تعلن بسط الجيش والمقاومة نفوذهما على مدينة حريب في مأرب ركز الموقع أيضا على تفاصيل خبر تصريحات الرئيس هادي عن وجود تنسيقات بين الحكومة والتحالف لتحرير تعز كشف الرئيس عبد الرب منصور هادي عن تنسيقات حثيثة تجريها السلطات الشرعية مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية لتقديم الدعم العسكري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز لمواصلة العمليات العسكرية وتحرير المدينة من مقاتل جماعة الحوثي وصالح بالجهود الكبيرة أشاد الرئيس هادي التي ينفذها الجيش والمقاومة في مختلف المواقع والجبهة العسكرية في تعز والتي أفضت إلى استعادة اللواء 35 مدرع وإلى تحرير المناطق الغربية للمدينة والتي عملت على كسر الحصار المفروض على المدينة منذ أكثر من عشرة أشهر من قبل قوات الحوثي وصالح ودع الرئيس هادي السكان المحليين في المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب قوات الجيش والمقاومة في سبيل الدفاع عن المدينة والتصدي بحزم للعناصر الميليشيوية التي قال إنها عاثت في الأرض فسادا وسفكت الدماء وقصفت المنازل على رؤوس ساكنيها ودمرت المونة التحتية بطريقة هستيرية إلى موقع الصحوانت أبرز ما جاء فيه ائتلاف الإغاثة يوزع أول قافلة مساعدة طبية تصل مدينة تعز في تعز أيضا قوات الجيش الوطني والمقاومة تكبد المتمردين خسائر كبيرة غرب تعز ونقل الموقع عن الرئيس هادي القول السلام يبدأ بإنصياع الإنقلابيين بقرارات الشرعية الدولية اهتم الموقع بتفاصيل القصف العنيف على أحياء تعز وبسقوط قتلى وجرح من المدنيين وجاء في الخبر استشهد ثلاثة مدنيين بقصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز وقالت مصادر محلية إن القصف الذي تعرضت له أحياء ثعبات وعصيفرة وقرى الضباب أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح بينهم أطفال ونساء أضافت المصادر إن الميليشيا الإنقلابية قامت اليوم بنصب مدفعين في مطار تعز الدولي ومنصة صواريخ كاتيوشا في شارع الستين شمالية المدينة وذلك بهدف قصف الأحياء السكنية تابع الموقع وكثفت الميليشيا الإنقلابية خلال اليومين الماضيين قصفها الهستيري على الأحياء السكنية في تعز وذلك عقب الهزائم التي مونيت بها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مصدر أونلاين ننتقل إلى ذلك الموقع والذي نقل عن رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد المقدشي القول جاهزون لمعركة تحرير صنعاء وننتظر قرار القيادة السياسية إلى محافظة إب الحوثيون يقتحمون منزلين في حزم العدين بمحافظة إب ويختطفون ستة مدنيين تعز الجيش الوطني والمقاومة يتقدمان في الوزعية وجنوب غرب مدينة تعز ومنطقة الزنوج نذهب إلى قراءة تفاصيل خبر إعدام الميليشيا لأسرى في سعدة جاء في التفاصيل قالت مصادر خاصة بأن مسلحي جماعة الحوثي أعدموا جماعيا خمسة عشر مدنيا في منطقة الطلح بمحافظة سعدة معقل الجماعة أقصى شمال اليمن ذكرت المصدر أونلاين تلك المصادر أن المدنيين هم من الموالين للزعيم القبلي عثمان مجلي والذي تكون له الجماعة العداء الشديد منذ الحروب منذ الحروب الستة السابقة التي كانت الجماعة طرفا فيها ضد القوات الحكومية وقال مقرب لأحد الذين أعدموا إن الحوثيين كانوا يحتجزون خمسة عشر مدنيا من بينهم قريبه فكانوا في سجن بأحد المنازل منذ فترة وأضاف طوق المسلحون السجن بالديناميت وكانوا المحتجزون ما يزالون فيه وبعد لحظات انفجروه بمن فيه تابع القول إن الجماعة سلمت سبع جثث لذويهم فيما تزال ثمان منها مجهولة وأضاف أن ما أقدم عليه الحوثيون من إعدام جماعي وبالدم بارد يجعل الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية وطالب المنظمات الحقوقية بإيدانة العمل الإجرامية نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع اختطاف عشرات المسافرين من أبناء محافظتي البيضاء وأبيان في ذمار وبرز في الموقع عنوان آخر بعد رفض أكثر من دولة طلبه بتوفير مخرج آمن للمخلوع الصالح يقول إنه لن يغادر اليمن مهما كانت الأسباب نقل الموقع عن قيدي ميدني في المقاومة في عدن المقاومة هي من تتولى حاليا تأمين مديرية المنصورة وخط التسعين في عدن من العنوين التي جاءت تفاصيل توسيع الجيش الوطني سيطرتها على رقعة كبيرة من محافظة الجوف وسعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية رقعة تواجدها الميداني بعد أن تمكنت من السيطرة على مركز مدرية المتون في الجوف شمالية شرق اليمن قالت مصادر قبلية للموقع بأن الجيش والمقاومة تمكن من السيطرة على المتون في مواجهات عنيفة شارك فيها محافظ المحافظة اللواء حسين العجي العواضي وذكرت المصادر أن المواجهات أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى غالبيتهم من صفوف ميليشيا الحوثي وقوات صالح في السياق ذاته أحرزت قوات الجيش والمقاومة تقدما ميدانيا في مدرية المصلوب في وقت شهدت المناطق الحدودية بين المتون والحزم مواجهات متقطعة أسفرت عن مقتل القيادية الحوثي أبو الثائر وتحاول الميليشيا تجميع مقاتلها استعدادا لمعركة قادمة في مدرية الزاهر بحسب ما أوردت المصادر تابع الموقع في التفاصيل ويأتي التقدم الميداني للجيش والمقاومة في الجوف بعد يوم من وصول المبعوث الأممي إسماعيل والدشيخ إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع ممثلين من الحوثيين وحزب المخلوع صالح بهذا نكون قد انتهينا من الصحافة اليمنية في جولتها اليوم لكن يبقى لدينا الصحافة العربية بعد الفاصل مستمرون معكم في كشك الصحافة نصحبكم الآن في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم البداية من العرب الجديد عنونت عام على بدء اجتياح عدن حرب استنزاف مهدت لهزائم الميليشيات قالت الصحيفة قبل عام من اليوم أعلنت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين التعبئة العامة للحرب واضعة مدينة عدن كهدف جديد لحربها التوسعية باتجاه المحافظات اليمنية تضيف العرب الجديد تمكن تحالف الانقلاب من اجتياح عدن في وقت قصير وخصوصا بعد استفادة الحوثيين من القوات الموالية للرئيس المخلوع صالح لكن سرعان ما تحول التوسع باتجاه عدن إلى المستنقع الذي غرقت فيه الميليشيات لتدور تباعا حرب هي الأعنف بين الميليشيات من جهة والمقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للشرعية من جهة ثانية وخصوصا بعد انطلاق عصيفة الحزم لتصل الحرب إلى سبع عشرة محافظة يمنية تفيد الصحيفة على الرغم من إنجاز ملف التحرير من ميليشيات تحالف الانقلاب إلى أن عدن لا تزال إلى اليوم تواجه تداعياته ليس فقط بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة بل بسبب محاولات أطراف عدة الإبقاء على المدينة غارقة في الفوضى نقلت صحيفة قدس العرب عن مصادر سياسية قولها إن الحوثيين وجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام وافقوا على بعض المطالب لحضور جولة المباحثات القادمة غير أنهم ما زالوا يضعون بعض العرقيل أمام تهيئة الأجواء لدخول المباحثات تفيد المصادر إن هذه الاشتراطات ما زالت محل نقاش معهم ولكن المبعوث الأممي متفائل من خروجه من صنعاء بموافقة نهائية منهم أشارت مصادر أخرى إلى أن جماعة الحوثي أبلغت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن موافقتها على المشاركة في الجولة القادمة من المحادثات مع الحكومة اليمنية وتوقعت أن تتم استضافتها في الكويت على الرغم من عدم الإعلان عن ذلك رسميا مؤكد أن ولد الشيخ يسعى إلى عقد جلسة للمباحثات المقبلة نهاية تمارس الجاري أو مطلع إبريل المقبل في حالة حصل على موافقة جميع الأطراف على أجندة هذه الجولة من المباحثات من جهة أخرى كشفت مصادر حكومية عن جاهزية الوفد الحكومي لحضور الجولة المقبلة وأن الكرة أصبحت في مرمى المتمردين الذين يضعون العديد من العرقيل أمام نجاح هذه المباحثات في سياق التحولات الغربية الغريبة لمسارات الأحداث في اليمن يأتي لقاء وفد جماعة الحوثي مع مسؤولين سعوديين بعدما يقارب العام منذ بدء العاصفة ليس فقط حدثا ملفتا في فجائيته بل وفي تداعياته على الأزمة والحرب في اليمن هكذا بدأت بشرى المقتري مقالا منشورا في العرب الجديد وأضافت المقتري يعطي لقاء من فدع لب انطباعا للمتابع بأنه لم يكن لقاءا منظما نتج عن مشاورات معمقة وقناعة مبدئية لدى الطرفين في وقف العمليات الحربية بل يبدو لقاءا ارتجاليا مربكا أسهم في جدل إعلامي وسياسي كبير بين المتحمسين الإمكانية نجاح تسوية سياسية قد تسرع إنهاء الحرب ومشاككين في نوايا الحوثي وآخرين يرفضون فكرة السلام من الأساس لما قد يسببه لهم ذلك من خسارة شخصية وإدرار بمصالحهم امتد الإرباك إلى أعلى المستويات من المبكر التفاؤل بجدية أطراف الصراع اليمنية والإقليمية في الاتفاق حول تسوية سياسية وإنهاء الحرب إلا أن ما أثبته لقاء منفذ علب أن جماعة الحوثي وكذلك صالح الذين يخوضان منذ أكثر من عام حربا ضد اليمنيين ليس لديهم اعتراض على التفاوض المباشر مع السعودية وبناء جسور سلام مع العدو بحسب تعبير الإعلام الحربي التابع لهما لكنهما يرفضان في المقابل التفاوض مع إخوانهم اليمنيين الرئيس عبدرب منصر هادي والحكومة اليمنية كما يثبت أن السعودية بالنسبة لهما ليست أفضل من إيران لا حرب دائمة ولا سلام مستحيل يقول بعض اليمنيين المتفائلين بأي بادرة لاختراق جبهة الحرب المستمرة منذ عام حتى لو أن هذه البادرة لن تصمد في واقع أكثر رعبا من كل الأمان واقع ليس فيه سوى السقور التي أدخمتها الحرب وتريد استمرارها أطول وقت ممكن صحيفة السياسة الكويتية والتي سبق لها أن تابعت ونشرت معلومات عن توافق مطلع الأسبوع المنصر عنوانت في عددها اليوم توافق يمني جمني على عقد مفاوضات السلام المقبلة في الكويت نقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر سياسية أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح وجماعة الحوثي أبلغ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ موافقتهما على عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة الشرعية في دولة الكويت نهاية مارس الجاري وقال القيادي البارس في حزب المؤتمر عادل الشجاع في تصريح إلى السياسة أبلغنا ولد الشيخ موافقتنا على الجولة الجديدة من المفاوضات في الكويت على أساس أن يتم إيقاف الغرات الجوية لطيران التحالف ووقف شامل وعلى وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على اليمن وأضاف الشجاع عقب ذلك ترك الأمور للأحزاب السياسية لتعود إلى طاولة الحوار وتشكيل حكومة انتقالية مهمتها إعادة الأمن والاستقرار للبلاد وتنفيذ القرار 22-16 وتحديد فترة انتقالية لإجراءات انتخابات رئاسية وبرلمانية وعن النقطة المتعلقة بسحب الأسلحة قال الشجاع يجب أن تكون من مهمة الحكومة المقبلة نزع السلاح من جميع الميليشيات الموجودة في الساحة اليمنية إلى صحيفة الاتحاد التي تابعت تطورات الميدان عنوانت انتصارات كبيرة للجيش اليمني في كل الجبهات تقول الصحيفة حققت القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية حققت انتصارات كبيرة ونوعية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في جميع جبهات الصراع المحتدم في البلاد واستعادت قوات الجيش الوطني بلدة عين ومعظم أجزاء بلدة عسيلان في شمال غر محافظة شبوى جنوب شرق اليمن وقال قائد المقاومة الشعبية الموالية للجيش في عسيلان علي الحجري قال للاتحاد إن قوات الشرعية حررت معظم مناطق بلدة عسيلان بما في ذلك مركز البلدة في ثاني أيام حملة عسكرية واسعة يشارك فيها اللواءان التاسع عشر مشاه وواحد وعشرين ميكا بإسناد جوي من صيران التحالف العربي وذكر أن الاشتباكات استمرت في شرق وغرب عسيلان لافتا إلى أن متمردي الحوثي وصالح لا يزالون يسيطرون على أربع مناطق فقط في البلدة منها جبل حيد بين عقيل حيد بن عقيل والنقوب حيث تعد الأخيرة مركزا تجاريا محليا مهما وأضاف تحاصر قوات الجيش والمقاومة جبل حيد بن عقيل بعد أن سيطرت على مواقع عديدة في محيطه مشيرا إلى أن ثلاثة من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا في المعارك ليرتفع العدد الكلي إلى تسعة قتلى من قوات الشرعية صحيفة الخليج تبعت الأوضاع السياسية وطرحت العديد من الأسئلة عن اقتراب السلام من التحقق وأن تضع الحرب الدائرة منذ أكثر من عام في كل مناطق البلاد أوزارها كما تطرح الصحيفة سؤالا حول ما إذا كان لدى الأطراف السياسية المعنية في الصراع نية لمغادرة الماضي بكل آلامه والاستعداد للسلام بكل آماله تقول الخليج وسط هذه الأسئلة وغيرها والتطلعات والأمان بانتهاء الحرب تنطلق جولة ثالثة من المفاوضات بين الأطراف المعنية بصناعة السلام في اليمن نهاية الشهر وسط توقعات بأن تكون هذه المرة مختلفة عن المرتين السابقتين ترى الصحيفة أن المرات السابقة كانت مجرد محاولات من قبل المتمردين على الشرعية لإثبات قوتهم على الأرض ولرغبة في تحقيق أي نصر في الجانب السياسي بعد أن بدأ نفوذهم يتآكل على الأرض ترجح الخليج الوضع هذه المرة مختلف عن المرت السابقة لأسباب عدة أولها أن هناك تطورات سياسية وعسكرية على الأرض أجبرت المتمردين على القبول بجولة ثالثة من الحوار الذي قد يفضي إلى تحقيق سلام في بلد اشتحته رؤية عمياء للأوضاع من قبل المتمردين تؤكد الصحيفة على حدوث تغيير في الخطاب السياسي لجماعة الحوثي التي فتحت خطا مباشرا للحوار والتفاهم مع السعودية بهدف تأمين الحدود الجنوبية للمملكة والتي تكللت في الأيام الأخيرة باتفاق يعمل على تهدئة المعارك على طول الحدود بين اليمن والمملكة وبقيام الحوثيين بنزع الألغام شعراء في مواجهة الموت المجاني تحت هذا العنوان كتب حسن بول هويشات بول هويشات مقالا في القدس العربي عن ما يتعرض له الشعراء وقال بول هويشات الواحد والعشرون مارس هو اليوم العالمي الذي اختارته اليونسكو ليكون اليوم العالمي للشعر وقد واضبت اليونسكو منذ 16 سنة على دعوة الدول الأعضاء في رسالة سنوية إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي وإعلاء صوت الشعر في منصات الأمسيات الشعرية وفضاءات دور الشباب والمؤسسات التعليمية في سعي حثيث لتغليب لغة الفن والنقاء الروحي على لغة الرداءة والبشاعة ويحتفل شعراء العربية بهذا اليوم العالمي هذه السنة في أجواء حزينة جدا وبمرارة في اللسان بعد أن صارت حياتهم صيدا سهلا لكارابيج المخزن ومزاج الفكر المتطرف فطارة يعدم هذا وطارة يجلد ذاك وفي أحسن الحالات تتم جرجرتهم إلى المحاكم ورميهم في السجون بعد محاكمات شكلية وهزلية في الغالب وقبل أيام قليلة أقدم تنظيم داعش على إعدام الشاعر السوري بشير عاني ونجله إياس في مدينة دير الزور بتهمة الردة مما خلف استياء عميقا في الأوساط الحقوقية والثقافية وفي أواخر ديسمبر الماضي تم إعدام الشاعر العراقي أحمد النعيمي صاحب قصيدة نحن شعب لا يستحب الرافعة على الطريقة الفارسية وباستثناء الذين تداولوا قصيدته التهمة في مواقع التواصل الاجتماعي فقد مر خبر إعدام الشاعر النعيمي خافتا وفي صمت مطبق وقبل عام أطلق ضابط مصري ملثم الرصاص على الشاعرة والناشطة السياسية شيماء الصباغ لتسقط مدرجة في الدماء عشية ذكرى ثورة الخامسة العشرين من يناير التي أطاحت بحسن مبارك بهذا القادر من كشك الصحافة نكون قد ختمنا حلقتنا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة في أمان الله وحفظه الكاريكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة